كما قلت مرة في خطبة لن يتوقف العالم من أجلك انتبه حتى أقرب الناس إليك أمك أبوك زوجك زوجك أبنائك بناتك سينسونك ولو بعد حتى سنة أو سنتين ويعودون يأكلون يشربون ويقصفون ويلعبون ويلهون اعمل لنفسك والله الذي لا إله إله العاقل هو الذي يعمل لنفسه والله الذي لا إله إله أولادك الذين من صلبك لا يستحقون أن تبوء بغضب الله من أجل إسعادهم إياك أن تفعلها وإذا اختضى الأمر أن يغضبوا ويرضى الله فليغضبوا قبل أيام أسمع الرجل المليونير في سوريا ترك لأولاده ضياعا لا يعلمها إلا الله بالملايين إلا بيكم بمئات الملايين حين احتفروا له حفرته لحده كان الرجل طوالا فيما يبدو قسرة الحفرة فقالوا أين طيعني نخرجه ثم نعيد الحفر عشر دقائق أولاده قالوا لا 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 اطعجوا أولاده شيء يبكي أقسم بالله طيب لماذا أنتم مستعجلون يا أبناء الرجل المليونير بدهم يقسموا التركة ادفن ادفن اقبر اقبر بسرعة اطعجوا وطعج وطعج يطعجوا أولاده حتى الناس سقط في أيديهم يطعجوا هذا جزاء بكم خل أمواله وضياعه ومالينه تنفعه عند الله خلها تنفعه عند الله لكن أسأل الله أن لا يكون قصر في زكاته وفي نفقته والقضية مش بس زكاء زكاء ومما رزقناهم أيضا ينفقون وإن في المال حقا سوى الزكاء هذه الزكاء الستاندرد فقط في بعدها أشياء أخرى قال لك اطعجوا آخرون أيضا وكان أبوهم متمولا ثريا وترك لهم الكثير الكثير والوفير الغزير كفنوا بقطعتين فقال لهم متفقه ثلاثة السنة قالوا الحي أولى من الميت أيضا في سوريا وقدش القطعة الثلاثة هذه اثنين يورو نحن أولى بها الله أكبر لو عاد إلى الدنيا سيقول لهم الأفء عليكم التف هاتوا أموالي سأجعلها لله لكن راحة عليك صح؟